غرق كلام الناس عني وتخلي ولا انت ما صدق تسمع عشاه مثلك يسامح اذا بحق اخطيش عمر الشجر ما ينكر جذورك الله 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 هذه الاغنية اهداء للأمانة اهداء للشركة السعودية الكارب لان الصدق ما بدأ نفرح في شاعة قبل امس ان اللي منضبط في سداد الفواتير وماشي صح فواتيرة بيسوين له خصومات تغبيط اسرع شركة في العالم نفت السعودية الكارباء التنفي ما تم تداولها عن افات منتظم السداد خلونا ثلاث ايام نسولف ما مدهرة يا حواة تسبفوا حتى لو انه شاعة انا مقتنع من داخلنا كان اشياء خلنفرح عشكالي اللي يسددون بالضبط اول ما تنزل فاتورة نفرح شوي في فرحة ما تمت يعني والله ما ممدأكي اللي اليوم طال الله خبرنا فيه ليه يومين طي حلو الخبر ضام يعني داول بالناس لا تنفونا كده بالطريقة دي سدونا بوجينا كده انفوه بعد يعني انه ما يتدم تدوى غير دقيق عطونا امل غير دقيق تختلف عن غير صحيح انت اخر حين فوتنا عشرة ايا ما نمسددين من الحباط اللي جاني ويجيك بعدها المرور ينفي ما تم تداوله عن مخالفة شرب الشاهي ثانا القيادة هذا لو جيتني شاعة اصلا جيتني صدقناها انا صدقناها عقبة المرور دي صدقنا الكهرب ما صدقنا دي صدقنا لاني انا احسني بعد فتر لو شخصت وانسوق تجيني مخالفة بس نفو حلو لاننا انخرعنا كيف نشرب كيف اشرب تحت الدرج عفتح الدرج وانزل لحد يشوفك قول لا اشرب جمتين عند بيتنا والثاني يكمل عند باب الدواء اشفر ممنطلعت زيني واني اشربوا شاهي كمون واني اشربوا مزاعين ما الله خير مع اني يشوف اني شرب الشاهي زي مكالمة الجوال كل شيء طرح دي الشاهي حار لو انكب احرك الهو طاح ما عليك من تقدر تروح تلبك عشان تعرفون في مخالفات مدرقة تقا هو الصبح انكب عليك صدمت لي جنبك كلهم صارت بحمادة عمانة العاصمة المقدسة ترفع اكثر من 430 ألف طن من مخالفات البناء يقولك لامانة بتالي شهد صلاحت بالعالم اللي ترموا خلفاتنا ومن في مكة لو نلف في الرياضة عندنا احنا مشكل مقاولين واللي يبنون يعني لو انك حاط متر في متر قدام بيتك الرمل ولا تراب اردموا به رموك رموك بلوك متكسر ما يدرم اي قطعة في الرياضة اي برحة طهرفة تمر تقول ما شاء الله وش الارض الزينة بكرة تعال تلقى العالم تكب في هذا ارمي ارمي ما عاد ندري نطعع سناك ولا نبلش ومشكل ما يسدونهم ترجون 4 فجر 5 قبل لا يقومون العالم فتيجي في الليل نظيفة المكان تجي الصمح تلقاه مليان بلاوي يا الله شدحي لكم شكرا مشكورين ما انت منطقة العاصمة المقدسة في مكة مكرمة مشكورين 430 ألف طن نطلع مخالفة نطلع مخالفة نطلع نطلع كل حياتنا مخالفات ببطر بطر حياك مالا بعد الفاصل تركز جازتلي القضية مرة مخمخة عرات قضيتنا اليوم عن عقدة الخوف عقدة الخوف حنا كيف عندنا أعطيكم مثال الابرة الابرة الواحد من يدخل ما تسوله ابتدائي أو التمهيدي أو الروضة أول ما يسمع فيه مو حبيبي كيف تروا يطعمونك كده أدين يجعل إذا كان في العائلة أخ ضريف والله أخ ضريفة وهنا خذع ترى يمكن يطقون مدرم من مات إذا فيها هوا مدروش شو إذا طقوا يمكن تنقطع يدك يجي الضعيف من يحطون نبرق أكل يبس أرط غير لي صيح وينحاش وغير كده يعني من الناس اللي عنده عقدة برنة كده لأن 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 ترى يمكن تنقطع يدك تنقطع يدك والله مرة واحد يبدون ألف من قصص وتعورك فيجيك البزر زي خلنشوف ذا المقطع ماذلاً تنقطع يدك شاء رقع لك لكن هناك راس كبارة وعند هذا العقدة إلا لان شوف هذا لأنه من الصغر قاعدين يقولونه ما ندريش الرجل جاءت عقدة عقدة ما عدت تروح ما كبر ولا ما كبر ولا ذا عقدة ما صارت فوقي الموضوع عقدة أنا قاب فترة أقول للدكتور يقول بطقة كبرة قلت تسمع والله ما في عروك يعني تصيفة زي وجيب أقوله ما في عروك لأنه أنا أكره هم ذاني ذيك عرفتها هم ذاني عاد يبريد تقون ديمك استحمد لكن هم ذاني بتركب تقعد لها يوم سديت نفسي من بداية الحلقة قال نرح موضوع ذاني الضبان 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 في ناس تخاف من الضب بشكل مادر وفي ناس يا الله تجيبه معنط طرف رجوله من جحر الضب داخله وددسنه وداه ودجركله ومويته مهم؟ وطلع وطلع ما في العزلين براه ودجوه تناقض في الموضوع وضيف قد جانا يجيبنا لضبه غير نحاشة وانه نشوف خير الموضوع أنا أرى الضب لنا أصفر من الجنب ورطاه لكنني لاحظت أن تذهب إلى محلات الحيوانات الأليفة تجدهم عرضين الضب بثلاثين ريال يعني من الذي يأخذ الضب؟ الذين يأخذون الضب يعرفون أن الضب يكون في البر تأم الصماء ولكي يكون ينطبخ، ليس بسود مائل حتى غيرت ثقافتنا في الضبان وعندما أضعنا خسة ترى الضب وقريباً بينقرض الضب من كثر ما يأكلونه يبغالي حماية وروح نوضع ثاني، ها نشوف عندك سيارات يعني منه شي جديد عليك وقصوا الوحصة وقلوا تماماً ها؟ بحسك خير هذا الأركب معني في أحطهم في الدائري يعني أول شي في حلبة، ثاني شي اللي مع ما يعرف فأحط وقلوا بحسك خير لأنه صحيح متعة التفحيط يعني إذا كان في حلبة، أتكلم ليس بأنني أكون في الشوارع وأننا ضد الظاهرة والشوارع لكن أتكلم عنه حاط لي قير هنا ومضبط لي ولا يصلح قاعدت هنا التفحيط ويسمونه الدرفت لا، إذا لم يجلنطينو تحط لزقة أرد؟ قلوا بسطة على التفحيط تتكلم تحط لزقة عشان تسحى، يعني فيها شغل هذا الركب مع الظاهر مع واحد هنا عندنا كان يفحط زمان لو ركب مع الظاهر ما؟ انجلط مخرجنا ما قلت شي شي كم تضحقون ما قلت شي ما قلت شي ما قلت شي بدون ما يفحط سواك تتخوف بدون ما يفحط بس مر من جنبه الشخصية وقال كذا مع الظاهر يتنحاش بدون ما اعتدتك على الفعحة طورة ما عرفها طورة لكن سبحان الله خلال نشوف ذا بعد غلام بوسر بوسر طورة ما ضع فيه شعور طورة ما ضعون لا يخط وظو، يا باب يا باب طورة ما ضع فيه طورة صغار هي الترفيه عندنا اطول رجل واقصر رجل وين ترى بيجون اليوم في شلهات فلان اقصر واطول لا يا شيخ ور رعين صور معهم اتضالة وترجع الصور كفيه سبع مرات تمتصور معهم مواقع مختلفة كل ما شفت قلت وين صور مع برجيفل ما انت تصور مع انسا عندنا منتير هنا ساكه البنات عندنا ترى ماينة مبليه واذا تدخل داخل عليك كذا السداء جوه الكنترون ومثل اطول رجل في العالم نقرأ عليهم جوه شوكم ساكتين تخافوا مون كلكم يعني انا بس وشوكم هجدكم وطلع فاصل بنت بقس بالباصل موسيقى حزنNo موسيقى 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 الموسيقى طوة دنياي دونك سعيدة ولا أحلامي دونك حقيقة تتوقع الله 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 هلو هلو تاريخ كيف حالك؟ انت كتير أجمل من التليفزيون ما شاء الله عليك ترد الكلام يخليني معرفة السلام لا نجد يعني أول ما شفتك متل الأمر ما شاء الله عليك ما شاء الله لا إله إلا الله أحلى بكتير من التليفزيون لعبت نفسيتي لحالك درسا لو قلت شوية ضغطي ما بعطيك المحاور عندي ثقة فيك صراحة الله يخليك أول شيء مبروك ما جاك شكرا أم يوسف أم يوسف الله يحفظ لك يا رب الله يحفظك الأغنية التي غنيتها الآن هذه أول أغنية من ألحانك صح وش كمان كلام طبعا الشاعرة موغ شاعرة سعودية جميلة جدا جدا صديقة عظيمة جدا جدا لما قريت الكلام حسيت أن شفيني أتكلم سعودية أنا أوكي لما قريت الحكة لا خليك سعودية خليك قلبي عادي نحن ناس أحس تزعل إذا تكلمت سعودية ما أدري ليش ما محور عندنا ذا بنتكي فيه أوكي طبعا موغ صديقتي جدا وبتكتب كلام رائع يعني الصور اللي بتعملها موغ هيك بتشبهني كتير فقالت لي ليلى بتغنيها قلت لي بليز فيي أنا لحنة قالت لي أوكي ولحنة هل تعزفين أنت على عالم موسيقية أو لا؟ شوي حلو طيب الهمومة ما أثرت على شغلك؟ بالعكس ما شاء الله الحمدلله يمكن اليوم أكثر حدا عم يعمل حفليت هو ليلى اسكندر حلو طب ما سمو بشارة ترى الحفلات أنها تكون مقياس أيش المقياس إذن؟ يعني ممكن حفلاتكم ممكن سعرك أقل من سعر المطربين الباقين لا والله ما تدينوش الحسبة لا والله شوف إذا ربي حبك حبه بخلقك فيه بس أنت دائما مستفزة الناس أنا؟ أبوري بوريك ورنا الصور اللي منزلاتها ورنا انت كاتبني بطلع مع برنامج شوي كاتبتها هنا الشو ورا هنا ومع مذيع مستفز مذيع مستفز أنا مستفز طبعا بالعكس هذا كومبليمت يعني هذا أنا قاعدة أتغزل فيك مستفز تواصلين؟ بالإعلام شوف بالإعلام إذا أنت قاعدة تلعب في نفسيتي من جد والله يا طارق من جد والله الاستفزاز ما هو بالضرورة استفزاز سلبي أنت شخص حقيقي اليوم أنا والله العظيم يوم دخلت شفت طارق شو شفت إنسان ما قاعد ينافق قاعد يقول فعلا اللي بقلب الناس وبعقل الناس طرق جمهور أنا أسأل أنا أسأل كده من الذا ما عندي يعني والله يجوني أخوياي هنا وحد يش بدأ يقلب السالم طرق يجوني أخوياي هنا وسالم ما علي فالحين أسألك سؤال ما استفزة طيب أنا خاضرة أنت ليش في كل لقاء تطلعين معصبة دائما أنا؟ بالعكس أنا قاعدت في اليوتيوب أمس مثلا مثل هذا الفيديو مثلا شفت هذا الفيديو أحب أن أكون الشخص المناسب في المكان والزمان المناسب أنا فنينة بس أنت موجودة في المكان المناسب والوقت المناسب موجودة حاليا أنت تعتبرين نفسك أنت الشخص الصح في المكان المناسب عم يستفزني عم يستفزني أنا أسأل سؤال وإذا كنت تستفزني أنا رحضة الريقة أنت تمثلين حاليا أنت رائقة أنا أرى بركان تاير طبعا أكيد أنا مرة أصر لي عشر سنين بشتغل على حالي لحالي هذا ليس معصبة بالعكس قلت على الهواء أنا رائقة خلينا رائقة لا أعرف بأن أسلوب أول ما أريد أن أقول له هذا أنا رائق أردتي وأنا معصب من جوه ليس معصب تعرف تارك أنت فنين الفنين بس يزعل بيزعل كثير وبس يحب يحب كثير لا أعرف أن نكون بالنص فأنا طبيعي إذا استفززيت من أحد يعني نحن نشتغلها حالنا لنطلع على الكاميرا ريئين حتى ما نكون سلبيين عند الناس بس أنه أنت طب طب يمكن المشكلة هذه طبيعة نحنا نحنا بركان من الأحاسيس أنت مش فنين أنت ممثل ما عندي بركانة ما عندي شي أنا أنت اللي عندك بركان والله بالعكس والأورا تبعك من بيني أنا أصبح هنا سوالف أسأل السنة وأتوكل عبيتنا أرقت ما عندي هنا نوم العوافي تغنين في الزواجات أنت دائما باللهجة السعودية طبعا لأنك أنت قلت له لهجة البنانية السعودية طب وش أكثر لهجة تتقنينها؟ ما تطلع كأنها مسلسل بدوي يعني لهجة تتقنينها؟ السعودي أي سعودي زي أي لهجة؟ لهجة أهل الرياض طيب تكلمي أهل الرياض بس بشرط يعني بس أولف معك لغة أهل الرياض بيضة أي صح أو حقين في إذا وفي ذاك وكذا؟ يعني شوي أخذ من صاحباتي عندي أصحاب قصمان عندي أصحاب عتبان بس أكثر لهجة صراحة هي لهجة الغمد يعني أنا مثلا إذا بتكلم معاك غامدي ما راح تفهم علي ولا شيء أبغاك تكلمين غامدي خاني نرى زوجي كالشريك ويؤثر فيك أو لا أتكلم غامدي لا أتكلم غامدي في البيت مع زوجي فأتكلمين عصي دوما عصي ما عرفت طلبات يا دفعوبي عنك يا دفعوبي؟ أولا مسلسل بدوي يا دفعوبي يا سبقوبي والله يتعلم عنك يسبق بي إيس؟ يا حسفي أقول الله يا حسفي لا هذه غير أغنية طب هي بس مثلا إذا بقول يا حسفي مثلا إيش يعني؟ يعني يعني ليش صار كذا؟ هذا بالغامدي يا حسفي يلعب لك زوجك لا ما يلعب لك طرى مو زوجي اللي معلمني حمولتي يلعب لك زوجي حمولتي اللي معلمني والله يلعبون عليك يلعبون عليك صدقيني طب تكلمي اللي ببعاني عساها فيي بس هذه عيات أهل اليمن يقولونها عساها فيي فدية أهل اليمن أنا أقول لي شي أي شي بتقولها لو يقولك الله طيب أنت قبل فترة طلعت لك صورة في زواج أوكي ونزلت من تشرة الناس شافتها منك من باب الاستفزاز مني أنا؟ نعم يعني هذي الصور مثلا هذي نغطينا فالناس شافتها من باب الاستفزاز صح لابسها اللي بسهل صح أنا كثير بعتزرع هيدا الفستان ليك شو صار معي رجعت من بيروت كنت توني والده يعني بعدني بنفاسي تارك تخير وأهل الطايف كتير عزيزين علي فستان حبيبي تقلبي المصممي نور أنا أفبعي نور بعثتلي الفستان على أساس أنه فول طب علي ضعفت بين بيروت والطايف يعني لو وصلت على مكة ومن مكة طلعت على الطايف يعني كان بهاليوم نحفت والله نحفت والله أنا نحفت يا تارك والله أنا نحفت تعرف الأنثة بعد الولادة تنحف بسلعة ليه بس مو بعد من الطايف المكة جدا بالطايف ما في يعني ما في خيات فرحان فرحان مطايف يا حبيبي هو يدري صح اسألة يعني توهكت عندهم مطاعم مندي عندهم مطاعم طرع نتكلم عن فستان يا تارك ايش فيك طب ما بدك تنحفين في يوم والله العظيم أني وصلت الطايف الفستان واسع علي ايش يسوي قلت يا جماعة حفلة حريم نزلت اللي صار بلغلط مشرفتي نزلت الصورة وانا اتجهز للزواج ونزلت الصورة وانا اسفة على الصورة وانا اتس اوكي يعني ما اظن ان احنا كاملين وما نغلط اي لا مو بهم شب شب في الاخير احنا عم وصل وبنهاية هذه حفلة حريم يعني انا مطالعة مثلا حفلة ميكس لابسة كده لا مطبيعي في الاخير بوصل هذا انا موجودة معاك لابسة الترديشن سعودي عبايا بأقول لك شغلة انا عارف في الاخير سويتي شي غلط ولا سويتي شي صح ولا سويتي شي مادروش بعد ذلك لا تسكت الناس تحبني أقول لك في الأخير لا تسكت الناس يعني سويت شيء كويس برضو بتلقي الناس تنتقد سويت شيء مو كويس برضو بتنتقد بس يمكن أنهم تعودوا من ليلة أردت كي بحكم ليلة كانت عايشة في لبنان مذرم وجت للسعودية اختلاف العادات والتقاليد فهي دخلت في جدار صح صح طيب طيب ايش فيك نبي نشوف أحسن نشوف أقول لك حاجة بصدق أكثر كومنتات توصلني على سناب شات من الحريم من الأمهات ليلا نهنيك كيف قدرت تعملي يعني كيف قدرت تعملي ميكس بين انت عاداتك وتقاليدك كيف على عن جد انت بتحترمي أهل الرياض وكيف موجودة والساكنة معهم وبيأطبعهم وبيعاداتهم وتقاليدهم يعني أنا واحدة من جد أحب أكد على الأرض وآكل أحب أروح كاشتا يعني صرت صرت صار عندي هيدول القصص بس هما هما ما يهم وما بطلع من بيتي أنا طارق أنا بشوف بنات بالرياض اليوم لابسين كاردغانس مو عباية بس أنا كليلة ما بسمحنا نفسي أطلع من بيتي بدون عباية بدون شالة أنا في لك مقطع عندنا هنا وانتي بالنقاب بالنقاب مرة صح تجربة جميلة جدا وحتى أنا جربت شعور البنت المقطعة بيتي تتسوق مرة أريح صراحة أشوفي بعتمد النقاب وإيش بعد وبس أنا ميتة من الجوع خل روح مهضومة كثيرة كيف تجربة النقاب؟ حلوة مرات بتحب أنت تكون لحالك ما يشوفوك الناس ما يعرفوك بس عارفوني بس عارفين زوجي كوراك قاعد يمشي اي وغيريك عارفوني فاشلت المفضوحة مفضوحة ترى شو في ناس تقرأ من العيون تعرف اي والله البادي لانقويج البادي لانقويج وبعدين معروف من الشنطة معروف اللي أجاسوها من السناب توك مصورة سنابه وقالنا رايح المون يعني انت فضح نفسك بنفسك ما يحتاج يركزونه بس كان ودي اني اكون شوي عندي خصوصية يعني الحين انا ما اطلع من البيت طارف كل الناس طارفين شوفوني بسناب بيتوتية جدا ما اطلع من البيت صار عندي شوي برانونية طيب نسمع اغنية ايه ابغل اسمع كذا اغنية فالت يعني اغنية هدوء لطيفة جميلة بغني لك منك سرمود موسيقى 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 اشتركوا في القناة يا ليالي يا ليالي خبري طائق بحالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي خبري يا ليالي 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 اشتركوا في القناة احنا نفتخر فيك ومبسوطين فيك ومنها الى الاعلى شرطني مرزانة معدك برقجي طيب انا اقول لك شغلة كيف كنت عملية التجميل عملت عملية وندمت عليها واحدة؟ اي طيب خلاني نشوف فيديو لك قديم ايا ما في ايكل نوضيز انا نوضيز مكرا انا نوضيز مكرا انا نعم تاكل زيزة الشوكولات انا هيدا هول عم بقولوا انه خليهم جيل اسرع اسرع وقت ممكن تحت نخلص كل طبخاتنا جاهزين تحت ناكلهم هذا انتي زمان شو حلوة كنت بتعرف شو عبيلي عبيلي ارجع لعنده هذا كم كان عمرك 16 سنة 16 سنة كنت شماشالله ادبوين ايوه والحين حفتي نحفت كان عمري 21 سويت عملية اسمها سليف قاسترو اللي هي قصمة ايوه والحمد لله نجحت معاي وحفظت على وزني وامسو براودو مايسا هذي هذي اللي انتي ندمان عليها العملية لا شفيفة اه سويت ايه سويت شفيفي وندمت ثلر ايه ماشا تنقلني حنان مو حلوة صح اه لا انا ما اقرر انا ما ادخل لا انت كممشاهد تمرطي ان انتي ما اقرر انا ما اقرر ليش ما تقرر يعني انا وجهي جميل ولا لا لا ما شاء الله عليك جميلة طيب شكرا ما شاء قررت صح قررت عادي طيفة مقرور يا لبي طيب انتي رعيت مشاكل ابدا انا سعادة امشي على الارض والله طيب ما عندك مشاكل مع الناس مع زميلات في الفن في الوسط ايه بس انا ما ودي اتكلم طارق بهذا الموضوع يعني صراحة ما ودي نجيب اسامي ناس كلهم علموني ووصلوني للمرحلة انا فيها اليوم اشتغلوا وروني شغلكم نجاحاتكم وجودكم على الارض يور انفلونس يور امباكت على الناس انزلوا الشارع ووروني مين الناس تحب ومين الناس تحترم ومين الناس تحس انه لا هذي الناس منافقين طيب في المقابل ممكن هي تقول وريني النجاحاتك الفترة اخيرة اوريك ونجاحاتي ياريت تورونا نجاحاتي يعني انا اقولك ياريت توريني يوم ايش يش كوني ردك عليها على مين يعني اذا واحدك مثلا انت قلت انه الناس اللي تبغى تتكلم تنزل اعزمك الحين على العشاء وشوف نجاحي اني قصتك جمهور طبعا احنا عندنا في السعودية جمهور طرى بعطيك نقطة مهمة عندنا جمهور سعودي بس انتبه ليش انتبه لا صدق فالاخير اي بنت في البلد هنا ممكن تصير مشهورة بكرة لا ابدا 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 انا شفت بعيوني ليش اقول لك الشغلة لان الشباب بيتابعونها طرى جمهوري مو شباب لا اخلني اعلمك جمهوري بنات غالبا انه اي وحدة طالعة مشهورة بنت تقلم يتابعونها بس مشترت تابعونها انه ترغيرة يتابعونها يدورون عليها مشاكل في محبين في ناس تكون على ملابسك حلوة انا جمهوري السعودي هو اللي طلعني انا جمهوري السعودي هو دعمي وعيلتي وطرى ما قاعدة اجامل لاني انا على الروطانة خليجية لا 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 هذا شي اقوله دائما وهذه حقيقة والله العظيم وعيون يوسف ابني الله اكبر انه اجمل واروع واطيب من الجمهوري وبنات السعودية ما شفت بحياتي بحياتي يعني بيشلوك بعيونهم الامات ومهات يعني كأني بنتهم يعاملوني كأني بنتهم وفيه اثبات يعني انا فيه فنانة يا طارق تروح مثلا بالطايف سووا لي كيكة بنص عرسهم يعني سووا لي عرس بالعرس طيب هذا الجمهور ما يجامل هذا الجمهور لو ما يحبني ما يسوي معاي كذا صح ايهيهي لما انا اكون بالشارع بأي مكان اللهفة في عيونهم كيف عرفت يعني بالعكس يعني مستحيل قاعدين ينافكون علي ما يحبوني اوكي يتابعوني ممكن غيرة زي ما قلت ومدري ايش وما قلت ظنيت بس اذا شافوني بالشارع اذا ما يحبوني ما يجوني سلموني انتي تتدرين تركي مصورينا في محلات كبدة عن جد تركي عم تمزح يروح يشترفوني يصورونا شو مهضمين فعنده جمهور طيب حلو انا بيرحكت عم بشتري كالسيت سوكس لابني انا وعم بطلع شفت سناب عم بيصورني هيك انا وطلع يعني عادي فان موضوع مرة طبيعي يعني طب كيف في الزواجات في احد قد ما حساوك سرقوا فلوسك لا هالعوزوا بالليل ابدا بالعكس يا عمي ابدا بالعكس شوف انا الناس اللي ترى اسمع بيقول لك حاجة طارق مادري انت يمكن واصلك ان انا سعر رخيص او ان الزواجات اللي اروحها ترى افخم زواجات لا انا ما تكلم عن الناس والناس جدا راقية بس عادي في حرامية في ناس يقولك تعالي مع اورنج راديا ما تصير وكذا وفجأة ما يحاسب الدفعات مع استاذ توركي سويلم واسيم حسن طارق النجار هذا الكلام ما يصير جماعة بروفاشنال اشتغل معاهم واسيم عارفة لا يضيعك ايه ليش بس لا ضيعك اعرفة من ايام شارع الضباب واسيم بيجنن ومن اهم المهندسين انا بحب حبوك لا واسيم حسن مهندس جميل جدا وصديق انا صديقي بس انا كده اقولك لا ضيعك وسيم الورق حقه فيه ثلاثة ناقصة ناصر حمامة ما في الورق طيب سعدنا فيك يا عمري انا اللي سعد حبيبي انا صراحة كنت بغى شوف بس انه موضوع الجمهور السعودي ولا انا عارف يمكن اكثر واحد عاش معهم سنين انا يعني فعرف جمهورنا جمهورنا ذويك جدا والسعودي فمعناه ان احبك فان شاء الله انك لازم تقدمينهم الشيء اللي يرضينهم ان شاء الله اكيد بعدين بعبايتك نحن شوف صور ما دلوش صور ما دلت تفزينه ما دلت تجوني هاو شونك في المنشن شوف يضحك ها عارف كيف تقومن هذه غيرة ايجابية وانا مبسوطة فيها الله لا يحلمني طيب نسمع اغنية بغنيلك اغنية انت اهداء منيلك الله يخلك ايه مدوخ بنات الناس جاتك ليلة سكارة ولا عبك الا على الحبلين وقلبك تشتعل نارة ايه ايه مدوخ بنات الناس جاتك ليلة سكارة ولا عبك الا على الحبلين وقلبك تشتعل نارة ايه مدوخ بنات الناس جاتك ليلة سكارة ألعبك اللي على حبلين وقلبك تشتعل نارا وتوقننا واعظ بنا وطلعك اللعب منك عبره تصير للحارة ياك دوخ بناتنا سجادك ليلة سكارة ألعبك اللي على حبلين وقلبك تشتعل نارا اشتركوا في القناة